أظهر الدراسة الجديدة أن ارتفاع الصوديوم الغذائي كان مرتبطا بزيادة مخاطر تدهور الذاكرة وأن تناول كميات أكبر من البوتاسيوم كان مرتبطا بزيادة الوظيفة الإدراكية يلعب كل من الصوديوم والبوتاسيوم دورا مهما في الجسم حيث يعملان معا للحفاظ على توازن الماء وأرسال النبضات العصبية والعضلات هناك العديد من الطرق لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي بما في ذلك تناول المزيد من الخضروات وإعداد وجبات مطبوخة في المنزل وقراءة المنصقات الغذائية لاختيار الأطعمة ذات المحتوى المنخفض من الصوديوم شاركوا هذه المعلومات أصدقائكم واشتركوا في قناة فادا حتى تصلكم معلومات مفيدة